استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه رئيس الدورة الحالية للمجلس العلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم لجلالته أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب ورؤساء اللجان الأولمبية في قصر الصخير هذا اليوم وذلك بمناسبة عقاد اجتماعهم في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر